أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تأييدها الكامل لقرار المملكة والإمارات والبحرين ومصر واليمن والحكومة الليبية المؤقتة والمالديف قطع علاقاتها مع قطر وأوضحت أن هذا القرار جاء وفق المقتضى الشرعي والقانوني والمنطقي تجاه الممارسات التي تستهدف أمنة واستقرار الدول شارت الرابطة أن الإجراء الذي اتخذته المملكة والدول الأخرى يهدف إلى إيجاد الضمانات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها ودحر عاديات الشر عنها وأكدت أن المملكة بوصفها مضلة المسلمين ومرجعياتهم وحاضنة مقدساتهم وجهت رسالة للجميع بأن الإسلام بريء من تلك الأفكار المتطرفة ومن كل راع وداعم لها وأوضحت أن القيمة الإسلامية والإنسانية والقوانين والأعراف الدولية ترفض التدخل في شؤون الدول فضلا عن العمل لزعزعة أمنها واستقرارها من خلال إيواء ودعم المنظمات والجماعات المتطرفة